الاتيرت التي ينتظر بها الكثير من مواطنيها لإفراج عن قوائم السكن للحصول على سكن يحفظ كرامتهم ويقيهم من برد الشتاء التفاصيل مع دير بن داود يتساءل المئات من المواطنين عبر عدد من البلديات بولاية تيرت عن الموعد المحدد للإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي حيث لا زال الكثير من هؤلاء يعاني في سكنات هشة مع فصل الشتاء فيما يبقى آخرون يعانون من أجرة الكراء التي أثقلت كاهلهم لعدة سنوات من 2007 راني دير الدوسي تعيسوا هنا وإحنا عدنا غير حملنا فرد في السكنة وراني عايش هنا وبي وعندي ثلث ذريري حوث من السلطات تشوف فينا أنا أطالب بسكن اجتماعي أن نعاني منذ سبع سنوات راني في الكراء نعاني نخلص في الكرية سبع سنوات في المعاناة في مسكن غير لاعق ولاية تيرت وفي إطار برنامج الخماس الأخير استفادت من حصة مقدرة بأكثر من تسعة أشر ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من إنجاز أكثر من ثلاثة عشر ألف وحدة سيتم توزيعها في الفترة القادمة من السنة عدنا تقريبا أكثر من ثلاثة ألف سكن سيتم توزيعها خلال هذه السنة إن شاء الله وبدنا عملية توزيع على خمس بلديات التي قمنا بتوزيع السكنات والعملية وتواصلها وهذا بعدها دراسة الملفات من طرف لجاند دوائر وفي انتظار استكمال دراسة الملفات والوقوف على أحقية طالب السكن يبقى المواطن المتضرر من السكن على موعد مع مزيد من الانتظار خاصة خلال هذا الفصل من الشتاء الذي يؤثر على هذه الشريحة التي تبقى تعاني في صمت موسيقى